موسيقى السلام عليكم ومرحبا بكم عند أختكم حنان إن شاء الله كامل تكونوا بخير نقول لكم شعبين مبارك يا ربي ورمضان إن شاء الله مبارك يدخل علينا بالصحة والهنا اليوم جيتكم كما حضرت لكم من قبل وصفة رمضان وهذه تاني مملحات لشهر رمضان مبارك حضروها لبنيت بزي ببنينا وجيخ في فاريشة وماتكهمش والله ما تشبعوها ستقوني روعة دي ميني بيزا بصلصة خفيفة شابة وملفق ديروزاس بالصصة الجبن ودرت شوية شي دار ملفق ودريسة جرام ملفق بين قدامكم نبارزي وعلى الوصفة بالعجينة المورقة الجي روعة يا البنيت خاصة بازيكم على البنة وجيخ فيفة وماتجيش ميد ما ماتجيش تقهم العجينة المورقة راهي هنا في القناة دوكن ديرها لكم اول تعليق نفي بتاولة في صندوق الوصف عنا نبدو بالسلسة الطماطم بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله ها سلسة الطماطم نرحو طماطم عالي عادي شوية زيت نديرو شط عز عطرة نصف ورقة رند من قطرش الرند باش ما يعطينا شمرارة فلفل اسود ملح لسلسة الطماطم نرحيوها عادي نديرو اربع ولا خمس ملعق زيت يسكنو نحطو طماطم مرحية ونضيفو لها الملح وشوية فلفل اسود كي ما قد كم شط زعيترا ورند نقصو لها النار بازيو انو نقصو لها النار اذا جاتكم شوية قارصة ضيفو لها شوية سكر غير شوية تاع السكر باش ما تجيش قارصة وشوية تعلماقيس ملعقة كبيرة ولا ملعقتين مادل تخلطو وتخلوها الطيب تدي معكم 7 دقائق حتى 10 دقائق والنار ناقصة هنا هي العجينة تاعي المورقة رحي جاهزة انا كنت حضرتها معكم الوصفة رحي في القناة عجينة المورقة تاعي درتها لكم يعني اطلتها لكم بواحد لازيطاب ما تجيكم شم زيتة بزب وما تجيكم شمية دماء البنات اللي جربتوا بها المملاحات لا يفضع لكم اتدخلوا على قولهم دكن نحط لكم الوصفة تاع العجينة المورقة في تاعليك مثبت شوفوا نجبدوها نديروا الفارينة هنا اللي بيسغها هو السمكة على العجينة ما تكونش خشينا نديروا الفارينة كيما شفتوا الفيديو راه واضح من الفوق شوية تحب الفارينة باش تاخذوا الطعوة تتحل معاكم بالرولو من تحتوهم من الفوق ورا ننحلو فيها بالعقل هنا هنا العجينة تعيق سمتها لها 4 درت لكم بها 4 وصفات كيما نقولو الوصفة اللي درتها لكم العجينة واحدة درت بها 4 وصفات انتم على حساب أفراد العائلة إذا كانت عندكم بزيف تقسموها على اتنين هنا اللي بيسغ التاحة ها هو شوفوا السمك العرض التاحة مشي بزيف ما نديروش عرض بزيف خشين بزيف واحد الام مليماتر ولا ما نديروش كيما لفولوفون لفولوفون جو شو يخشين الطبقة الأولى هذي وطبقة تانية اللي نديروها توقب تانية بعد ما نديرو صفر البيض فوق العجينة راني نحكي على لفولوفون نديروها تانية شو يخشينة باش يجو بزيف طالعين احنا لا نديرو مش طالعين بزيف راح نديرو ديميني بيزا غير 1 مليمتر العجينة اللي تبقى لكم طموها تحبو تكونجليوها عادي كونجليوها وقت ما تجبتوها تجبتوها تحبو تكملو بها ليميني بيزا ولا أي عفسة درتوها حطوها عادي ديرو شوية فرينة من تحتها وحطوها عادي هكا ديروها وحدة حدا وحدة حاولو ما تخلوش تقوب باش ما يكونش جيها فرغة و جيها معمرة وحلوها عادي حلوها وديرو وكملوا بها طريقة من بعد نمرو يعني العجينة المرقاكة كيفاش نستعملوها راني اعطيتكم ديجا طريقة تاحة هنا من بعد ما قطعنا دواء ديميني بيزا نجوزو عليهم بالفرشيطة باش ما يتنفخوناش كيما ليبولومون باش يجونا ديميني بيزا ومبعد نشدو صفار بيضا نديرو شوية حليب واحد نصف ملعقة كبيرة حليب بارد وقاطرات من الخل باش ما يعطينا جزان خاكي وقعدو يطيبو اهنا نديرو فوق دواء داع الميني بيزا باش ما تتنفخش معانا بززا وكيدرنا بالفرشيطة توقوب وكيدرنا صفار البيض باش يتتحمر معانا العجينة المورقة باش ما تجيش شهبة كيما نديرو لهاش صفار البيض باش ما تجيش شهبة باش نديرو صفار البيض ما تخافوش ما يصرر هاوالو رايح يعطينا هذيك لادوغي غش شابة ومبعداتي قصصة تاعنا راهي واشدة نجوزو من الفوق عليها نديرو شوية نسمي العقة صغيرة ولا على حساب السمك اللي درتو بغيتو تديرو الميني بيزا تحكم شوية كبار علي هادو بس لهاذا كلخ كبير دبرو راسكم كيما حبيته نورمال موجو كيما نهاكده شوفو ها هيا دي ميني بيزا خفيفة روعة وما تقهمش شغل انا درت لكم الفارينا زايدة في الوصفة تاعي تاعجين مورقة باش ما تجيكمش ميد دماء وتقهم راكم سامحين برك في لاي لايك ما راكمش تديرو لاي لايك بزا بلك راكم تنسوهم ولا على بالي بلي تبغو وصفاتي وتبغو دقار ديهم كي اللي راهي تقولي في الخاصراني تليش عجيت لفيديو تاوك ونقلكم بصح ولينا ما تنسوش باللايك وتعني دعمو اختكم والله العظيم ما ندعي حقي في المشاهدة يا اخواتي عاونوني في الفيسبوك في ليقوه بتذكروا القناة تقولوا قناة سيختور حجي رمضان اللي بغا تستفيد ديروا منشورات في الفيسبوك وفي القروبات ربي يرضى عليكم وفرحكم ان شاء الله باش تطلعونا شوية المشاهدة وتطلع عنا القناة وبيكم انتوما وبربي ان شاء الله انتوما سندي نقولكم ربي يفرحكم وان شاء الله تجربوهم وتدعووا لي بصحة ونهنا للجميع رمضان كاريم مبارك يا ربي ولي في قلبها كاش أمنية ربي يحقق حالها هذه هي يا قوتتي ان شاء الله قاعدوا وصفة يعجبكم لي جربتك كاش وصفة تكتب لهم في تعليق النموة عليكم مع السلامة